موسيقى اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرافي حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث سنناقش فيها التقدم الذي حققته قوات الجيش الوطني والمقاومة في تعز ومدى إمكانية البناء عليه في تحقيق الانتصار الأكبر وتحرير المحافظة من سيطرة الميليشيا من جديد تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعد أن كانوا لأشهر في مواقع الدفاع والتصدي لهجوم الميليشيا تحرك حمل معه انتصارات في العديد من جبهة القتال حيث تمكن الجيش الوطني من التقدم وفتح منفذ غراب ومنفذ الضباب في الجبهة الغربية وهو ما يسهم في التخفيف من وقع الحصار المفروض على المدينة الأمر ذاته حدث في الجبهة الشرقية حيث تمكن أفراد من اللواء 35 مدرع ورجال المقاومة من التقدم إلى جوار معسكر التشريفات بجوار القصر الجمهوري هذا التقدم ومصيره والقدرة على مواصلته بشكل مدروس ومنظم ومدى حضور التنسيق بين المقاومة الشعبية والتحالف هو ما سنناقشه اليوم في محورين هل جاء هذا التقدم وفق خطط مسبقة تم وضعها من قبل الجيش والمقاومة الشعبية أم أنه جولة من معارك الكر والفر القائمة في المدينة منذ أشهر هل يعد هذا التقدم فاتحة لمزيد من الانتصارات في الأيام القادمة وما حجم دعم التحالف العربي للتحركات على الأرض قبل البد في المناقشة لهذا الموضوع نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود تكرموا بالبقاء معنا بعد أن ظلت لأشهر طويلة في موقع الدفاع تكابد وجع الحصار مع أبنائها ها هي تعز تنتقل إلى مرحلة الهجوم فالمدينة التي وقفت باكرا تواجه الميليشيا الإنقلابية تمكنت مؤخرا من اشتراح معوقات فك الحصار مجلس تنسيق المقاومة في بيان له أكد نجاح المرحلة الأولى من تنفيذ خطة كسر الحصار وبعد المعارك التي دارت في كل من الجبهة الشرقية والغربية وفتح خط الضباب تمكن الجيش والمقاومة من إحراز تقدم ملحوظ في أغلب المواقع الاستراتيجية الأخرى في خضم هذا التقدم أكد المجلس العسكري عبر ناطقه تحرير منطقة مدارات والاقتراب من وادي حنش وتطهير حدائق الصالح ومعظم جبليهان مرورا بمنطقة غراب ليفتح بعد ذلك المنفذ الغربي للمدينة الذي اتخذت منه الميليشيا في الأيام الماضية مكانا لإطباق حصارها ومنع المواطنين من الدخول والخروج منه وعلى طريق مواصلة خطة التحرير التي أعلنت سابقا تمكن الجيش من استعادة التبة الحمراء والاتجاه نحو منطقة الربيع وخط الخمسين ومن ثم السيطرة على منطقة حسنات بالكامل ومحاصرة موقع المكالكل ومن ثم التقدم نحو حي ثعبات والدعوة إلى أن أصبحوا على مقربة من سور القصر ومعسكر التشريفات تتسارع الأحداث الميدانية بشكل لافت في مدينة تعز وفي ظل التقدم العسكري للجيش والمقاومة تعود الميليشيا مجددا لقصف الأحياء السكنية علّها تعوض جزءا من الخسارة التي منيت بها في الميدان حياكم الله ومشاهدنا الكرام من جديد وأبدأ هذه الحلقة مع قائد الجبهة الغربية في محافظة تعز عبدو حمود السغير مساء الخير سيد عبدو أهلا ومرحب بك سيد عبدو في البداية ما جديد المواجهات اليوم في تعز وما هي المواقع التي سيطرتم عليها اليوم إضافة إلى التقدم الكبير الذي حققتمه في معركة أمس بسم الله الرحمن الرحيم انطلاثا من صد العجوان ورد هذا الضلب الجائر وهذا القتل الجميع منهج من هذه الميليشيات المدينة وتجعل هذه الميليشيات قبل تقريبا 48 ساعة في هجوم باتجاه مواقع المقاومة ميليشيات الكبير ومكسرة باستخدامة جميع الأسلحة المتوسطة والسقيرة سواء القريبة أو البعيدة صد العجوان شبابنا في جميع المواقع هذا الصد تحول إلى هجوم معاكة صد معينة ومدروسة عدت باكرا من قبل الجميع الوطن المقاومة الشعبية وفي ذلك عليها سواء عبر الحكومة الشرعية أو التحالف العربية المشترك حاول أيضا نعم سيد عبدو أفهم من كلامك بأن المعركة وما حدث أمس لم تكن يعني معركة جهستم لها مسبقا ودخلتم فيها من مبدأ الهجوم وتحرير المحافظة كما تحدث بأنها ردت فعل للخروقات والهجمات التي يعني قامت بها الميليشيات أكيد أنها ردت فعل لكن ردت فعل مرتبة بداية صباح اليوم لكن تقدمنا على الموعد يومين وكانت نتائج طهيبة ونتائج ومهشرات إيجادية بجاوة للشباب ما جالوا يواصلون تنفيذ الخطة في جميع المحاور المخصصة لذلك سواء الجبل الغربية أو مخورة الضباب أو الجبل الشرقية أو بقيات المحاور الإنسان في تحديد كبير من إخوة الشرقية والسقوط جبل المتلكل وأيضا تخدم الإخوة في محور الجنوب في الجانب الشمالي وسقوط ثبت التنبتين باستجاجها بالواش الشباب في القبر الغربية في نسمية الألباني حصد هبوما كاترا بالإنشيات في محاولة باستعادة المواقع لكن فضل الله عز وجل في هذا الهبوم ونحن الآن نرسل أو ضاعنا ونرسل المواقع الجديدة حتى نتقدم أكثر في مواقع جديدة نعم سيد عبدو يناطق باسم الجيش سمير الحاج تحدث بأن المرحلة الأولى التي تم الرسم لها في معركة تعز تم تحقيقها هذه المرحلة التي يتحدث عنها الناطق باسم الجيش ما هي وما حدودها وماذا بعدها المرحلة الأولى تتحقق منها بعد نسبة سنة سنة سمية وما بعد ذلك لم نستكمل المرحلة بشكل كاتي ماذا تقضل المواقع عارفة واشتغل أن يجل من هذه المواقع حتى لا تطيع الخوف أننا تجاوزناها في أدل المرحلة ولا يتبع المرحلة الثانية حدود والمرحلة أعتقد أنها من الأسرار لا يمكن أن نتفع بها حتى لا يقض العدو تمركجه وتموضعه في هذه المواقع في تكتب من ضرباته سواء من الزفعية أو الجبهة نعم ربما لا تحدث سيد عبدو عن تفاصيل معركتكم بالتأكيد الآن المنفذ الغربي وأنت ربما قائد هذه الجبهة في المنطقة الغربية من تعز جهات الضباب تحدثتم سابقا وتحدث الكثير بالأمس بأنه تم فتح الطريق في منفذ الضباب هل يمكن الآن القول بأن الطريق أصبح سالكا وبإمكان العبور منه وتأمينه بشكل كامل أم لا زال هناك جيوب للميليشيا وما زال هناك معوقات لم تسمح بفتحه إنهائيا نعم أنا قلت بالمداية أن الخطة لم تنتهي من جدد من الدنيا كانت تبعين تبعين في لثنين يعني أنه ما زال هناك مواقع العدو يتحصن فيها أيضا ما زالت حقوق الأرغام تملأ العمكينها وما زال هناك نبحث نواصل طريق نجح الأرغام من هذه الأماغن ومن المواقع التي يترنا عليها بالسيطرة على بقية المواقع تقريبا بقية بعض المواقع البسيطة جدا سيتم تنشر فيها للساعات الحادمة من تفسية هذه المواقع وتفسية القيوب والمتواقع فيها بالأماكن وبعد ذلك نستطيع الإعلام إعلام ناحي ونحن أن الخطة بدأ ثالثا من خلال هذه المقاطر أو هذه المقاطر المحلقات المالية نسعى لإستعمالها في الساعات الحادمة نعم جبلهان الاستراتيجي الذي يتحدث الكثير بأن من سيطر على هذا الجبل ربما هو من يتحكم بالمنفذ الغربي من جهة الضباب والكثير أمس حدث بأن المقاومة الشعبية والجيش الوطني سيطروا على سبعين لا ثمانين في المائة من هذا الجبل صحة هذه المعلومات نحن نسيطر على أجزع كبيرا من الجبل نستطيع القول أنها بنسبة 50% من رأس الجبل أو من أساس الجبل يبقى منطقة منطقة صفية في الجبل والذي مازالة المنشية متعصمة بخنادق ومجبطة تعبار الخنادق لكن شبابا إن شاء الله مصلمون أنهم لن ينجي من مواقعهم في الجبل إلا إذا استثمت تفسية الجبل بشكل نهائي وأصبح مصيصر على كل المواقع من اتجاه الربعي ومن اتجاه إدران ومن اتجاه النادرات والسمن الصعبون بيكون إن شاء الله في الساعة القادمة الشراب مرتبنا وأوراقهم ووضاعهم ما رجعوا ولن نتراقع لأننا أقسمنا على أنفسنا عهودا أننا لن نتراقع حتى نؤمن نقضى الضبط بشكل نياهي ونقضى الميليشيات خارج إطار المصرق شرعب من اتجاه لمعات الأخرى وهنا الترذيبات السبيرة جدا نيوزيجيش الوطني والمقام الشعبية في هذا الاتجاه ونحن نقول لهذه الميليشيات أن الكشوب التي تجمعها يوميا والمئات بل والآلاف التي تجمعها لإذا تعز أم مصيرهم مصير إخوانهم السابقين فيعودوا أجلاءاً ودرزاً مترامي للأطراق فيحملوا على شاصاتهم وعلى حقومهم العسكرية أو سياراتهم التي يفدقون بها أو يعجون بها إذا تعز نعم سيد عبدو الصغير تكرم بالبقاء معنا نشرك معنا في الحديث قائد اللواء 35 مدرع سيادة العميد عدنان الحمادي مساء الخير سيادة العميد مرحباً بك سيادة العميد ربما الحديث كثر عن تحرير محافظة تعز وربما كانت أمس الانتصارات كبيرة حققتمها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز لكن السؤال الذي يسأل الكثير هل ستكون هذه هي المرة الأخيرة لتحرير تعز وفك الحصار نهائياً أم أنها ربما ردت فعلك سابقتها وربما ما إن تبدأ ويتم التحرير وفتح هذا المنفذ حتى يعود إغلاقاً من جديد من قبل الميليشية بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للانتصارات التي تحققت أمس وأول انتصارات السابقة التي ذكرتها وصلت إلى المحافظ عليها ولم يكون عدم الحفاظ عليها نتيجة تقصير من الجيش الوطني أو المقاومة الجيش الوطني والمقاومة قد مقدموا أغلى ما عندهم هي الروح والنفط من أجل هذا الوطن ومن أجل تعز بالسابق ولكن ليس هناك قطور ذرينا في الجيش الوطني أو في المقاومة الشعبية وإنما قطور لي أن ترد نتيجة الإمكانيات ونتيجة الحشود الكبيرة التي يتأم حسنا من قبل العدو وفي الأيام هذه السابقة بدأ الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مرحلة تحرير تعز ضمن خطة موضوعها إن شاء الله وإن شاء الله الدعم الذي سيقدر للجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيتم الحفاظ عليها لدينا في تعز الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء تعز بشكل عام مجال والشيوف ونساء وأصبال المعلومات العالية والعزيمة العالية وعاقدين أيضا العزب على تحرير مدينتنا وإن شاء الله سنحافظ نتقدر ما نستطيع على كل شب نحذره ونستعيده من الغزار نعم سيادة العميد ذكرت في كلامك بأن الدعم الذي سيصل إلى الجيش الوطني والمقاومة سيتم الحفاظ عليه والاستفادة منه أفهم من كلامك بأنه حتى اللحظة لم يصل الدعم الكافي واللازم لانطلاق هذه المعركة والتي تحدث فيها ناطق الجيش الوطني بأنها تم تحقيق المرحلة الأولى وهناك المرحلة الثانية والثالثة لتحرير محافظة تعيس بالنسبة للدعم الدعم هو ياتي عبر مراحل ولكن نحن وعاقدين العزب الإمكانية الموجودة لدينا وما سيقدم من دعم إضافي سنستقبل فيه تحرير بكاية المحافظة سنتمسك بكل موقع بعزيمتنا بإصرارنا عدالة خضياتنا لنستمسك بكل موقع نستعيده من تحت سيطرة المليكية الإنقلابية والدعم تيكمل المشوار بتحرير بكاية المحافظة والمحافظات الأخرى إن شاء الله نعم سيادة العميد ربما لهذه المرة هناك حديث كثير عن محافظ تعيس بأنه تنسيق وأيضا اتصالات رئيس الجمهورية بالمحافظ وأيضا أخبار تتحدث بأن التحالف هذه المرة يدعم تعزوة بشكل قوي وقد اتخذ القرار وهو قرار سياسي بتحرير محافظة تعز هل فعلا تلمسون هذا التحرك الجاد هذه المرة أكيد نلمس ذلك القيادة الشرعية من سلطة من خامس الأخرى والجمهورية وأيضا الأستاذ رئيس المنزراء وكل الحكومة وأيضا دول التحالف على رأسها الشقيقة المنزر العربية الطاردية ومليشها السلمان وكذا دولة الإمارات العربية المستحدة ورئيسها وكل جولة التحالف نلمس أنهم جادين في تقديم الجعم الكامل لتحرير سعز وقد بدأت هذا الجعم وأيضا نشاهد أن كثافة الطلعات الجوية والضربات الجوية المطلقة لتتحرير لتحرير لتحرير سيدة العميد ريف تعز فيما يخص جبهة الأحكوم وضبي عبوس في حيفان ما هو جديد هذه المعاركة اليوم كنت تتحدثت معنا في حلقات سابقة بالأمس وأيضا قبل يومين بأن هناك نية كبيرة لفتح الطريق الذي كانت حول الميليشيا قطعهم الرابط بين تعز وعدن أين وصلتم بهذا الصدد والله يوم أمس بدأت معركة كبيرة في نظام فتح الأحكوم من قبل الجيش الوطني والمطاعمة السعبية اللي فاندين له في تحرير بعض المواقع وبعض الاستداب المطلة على هيك تلعب العدو لم يستطيع الرسول لهاية تلعب لمباشرة بقواته وإنما كان يأثر بالنيران من بعض الاستداب المتساعة في منطقة الكبوش السابعة الأحكوم نعم وأيضا تم تفجير عبارة في طر المقيل ليس من قوات العدو الغازية التي أثت من مرام من مناطق الشنال الشنال بل بواسط أياد المحلية من أبناء المنطقة من المنطقة التابعين للمنشيات الإنقلابية هم الذين أخذوا هذه المتفجرات من العدو وطعموا من تكتير هذا الجهد نعم تكرم بالبقاء معنا سيادة العميد نشرك معنا في الحديث المحل السياسي الأستاذ فيصل المجيدي أستاذ فيصل مساء الخير سيد مجيدي ربما كما سمعنا من القائد الميداني قائد الجبهة الغربية سيد عبد الحمود السغير وأيضا قائد الواء 35 درع العميد عدنان الحمادي ربما من هم في الميدان سواء في الجيش الوطني أو المقاومة الشعبية يبذلون كل ما بوسعهم وربما تعز أعلنت النفير العام هل تعتقد بأن القرار السياسي والحكومة الشرعية والتحالف يدرك أهمية الحال الذي وصل به تعز وأعلنت فيه النفير العام بسبب القتل والقصف والحصار الذي تمارسها الميليشيا وسيتم تقديم الدعم الكافي واللازم لا سيما بعد التزامن بعض التصريحات من هنا على لسان ناطق الجيش الوطني بأن مرحلة تحرير تعز بدأت وحققوا المرحلة الأولى من ذلك نعم يبدو لي أن هو الاستعراض العمليات العسكرية منذ بداية توازد الميليشيا ومحاولة غز والمحافظة والحصار المطبقة أن هذه المرة يبدو أنها أكثر جدية وهناك تنظيم وتركيب ومساندة وتنفيق بين العمليات في الجو والعمليات على الأرض وهناك أيضا تنفيق في الجبهات يعني دائما ربما قد كان نحصل إلى مرحلة من الإحراط غير أن تعز ومقاوميها وقرادتها والزرحة هناك يعني المقاومين منتركوا أماكن أفراحة مذهبوا بالجبهات هناك منتركوا مقاعدة جرحة بكرة أبو الجبهات وهذه الصور حيث تعطي النساء لانتراح بأن تعز تحقي فيهم الأمان يعني مشروع تعز هو حماية لثور 26 ستمبر ومثال اهتداد الميليشيات بهذا الشكل يبدو لأن هناك تنفيق حقيقي بين كافة الجبهات وهذه المرة تعلم من الدول السابقة وكما استمعت لكلام القائدين هناك تركيز كبير على المحافظة على الأماكن التي تم الاستعادتها وفرق الميليشيات منها التقدم حتى انتعل بطيئا في ظل استراتيجية ورؤية حقيقية سيحقق الأهداف المرجوعة منه لكن السؤال يبقى هل هي مرحلة تكسيسية ومحافظة نعم سيد سيد فيصل إذا تحدثنا سياسيا ما الذي ستغيره معركة تعز في المشهد القائم إذا ما فعلا تحرر التعز هل نستطيع القول بأن أهمية تعز توازي الأهمية الكبرى التي دائما ما يجليها الاهتمام الأكبر وهي الصنعاء من قبل التحالف العربي نعم دعني أقول بأن المسألة يجب أن تتعدى مرحلة التكسيس ومرحلة فقط النظر إلى فك الحصار يجب أن يتعدى ذلك إلى طرد الميليشي من النبينا ثم التركيز على الريف وتنشط هذه المناطق تعز تعد إنشاءة المساحة وحد المفاتيحة الهامة للعاصمة صنعاء وبالتالي عندما تتذكر عن سعز هي في نهاية الآن تشرت على الشمال والجنوب فاستعاز تعز يعني تأمين المناطق الجنوبية تماما وكذلك تحررت إلى محافظة لعلك تتذكر قبل أشهر عندما تمركن المقاوة من صرف الميليشي من المحافظة أشير حقيقي على انتصار الثورة نعم أشكرك جزيلا شكرا للمحل السياسي فيصل المجيدي كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة عودة إلى قائد المقاومة في الجبهة الغربية سيد عبدو حمود السغير سيد عبدو ربما الآن هناك حديث بأن هناك تقدم وسيطرة المقاومة على العديد من المواقع في صالة ما صحة هذه الأخبار هل لديك أي معلومات بهذا الخصوص بالفعل أولا نحيي القاعد العميد عدو الحمدي قاعد الـ 35 ونحيي الأخصصة المجين ما يخص صالة في تقدم كبير اليوم بالسيطرة على قبل المكنكل هذا قبل الذي أرش منه كثيرا الإطلاق المدفعية وإطلاق المعدلات والقذائف الولحين والبروتاني على المدينة من هذا المكان الليوم المقاومة سيطرت عليه وسيطرت بالأمس على مقدر الحجانات واليوم سيطرت أيضا في الكفا الشمالي على تبة الكنبتين التي هي أسخل الجنوب هذه كلها من نتائج التنسيق المباشر بين الجبهات وفتح أكثر من الجبهات لأي هذا العدو الغاشم حتى تلقي تأذ روسا بالتضحية والنضال والكتاح والاستنبال والصمود نعم نعم سيد عبدو ربما السيطرة على أي موقع من هذه المواقع التي تتحدث عنها بيكلفكم الكثير وهناك تضحيات كبيرة يعني شهداء وجرحة من أبناء محافظة تعيس ومن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هل سيتم الحفاظ على أي موقع تسيطرون عليه لا سيما وأنتم تقدمون تضحيات كبيرة بعكس المرات السابقة ربما كان هناك تضحيات كبيرة وتم فتح المنفذ الغربي وفك الحصار عن تعز وبعد ذلك تراجعتم وعادت الموليشيا مرة أخرى ولذلك نعمل بطريقة متعلنية وطريقة ثابتة نسيطر على مضموعة من المواقع كما نثبت هذه المواقع كما نطلب إلى التحرف باتجاه المواقع جديدة وهذا ما شهدناه في التقدم الأخير للمقاومة سواء في الجبال الغربية أو الشرقية أو الشمالية هذا قز من تكتيك وعدة بعناية وترتيب وعدة بعناية عدوها بجموعة وفوكبة من الأبعاد الكريم ومشاركة أيضا لقيادة المقاومة الشعبية في ذلك نعم سيد عبدو أختم معك بسؤال أخير هذا الترتيب الكبير الذي تتحدث عن بينكم في المقاومة الشعبية والجيش الوطني وبدعم من التحالف العربي هل بدأتم تلمسون دعم حقيقي أو على الأقل تنتظرون وصول هذا الدعم لخوض معركة نهائية وفاصلة في تعز لا أضيف على ما قاله الأخ العمير عبداني الحمادي في هذا القائد لا شك أن الدعم وإن أداء هي أكيد بفترات متباعدة وعلى أزمية متباعدة مما يحدث نوعا من الخلق لا في أداء خطوطنا والإسرادية لكن نشكر أيضا التحالف العربي في حيات الملكة ودوة الإمارات لما يبدو من جهود نشعر بمدى جدية هذا التحالف في تدير خلاصة لنا من هذا الكابوس لا شك أن هذه المعقبات وإنهم أيضا بهام كبيرة جدا سواء على مستوى تاعد أو على مستوى لنا بشكل عام يودون ما عليهم وإن تأقرى الدعم نوعا لكن نحن نعمل كبيرا لأنه سيصل وإنهم العزيزة الجانب بشكل كبير جدا نعمل عن تنفذ هذه المعود ونحن على فقا لتنفيذات أشكرك جزيل الشهر قائد المقاومة في الجبهة الغربية سيد عبدو حمود السغير كنت معنا من تاعز عودة أخيرة إلى سيادة العميد عدنان الحمادي قائد اللواء خمسة وثلاثين مدرع سيادة العميد إذن ربما المعارك تدور في أكثر من محور وفي تاعز وفي ريف تاعز هل هذه الجبهات كلها تحكمها قيادة واحدة تمشي وفق خطط وأطر معينة أم ربما يعني التنسيق محدود في بين الجبهات فإننا أخي بالنسبة لتاعز تحكمها قيادة واحدة وهي قيادة المحمر برئاسة قائد المحمر الأخ اللواء خالد غاضل وأيضا الثلاثة الألوية اللواء 35 وثلاثة وأيضا اللواء 22 قادة الألوية يجيروها ويجيروا بعضا المقاومة المنظمة وكذلك قادات المقاومة في الميجان كالأستاذ الشيخ عبد الحمود وأيضا الأستاذ أبو العباس فتائد حسن وقيادة أبنى موزيف كل القيادة قيادة واحدة والقرار واحد والأمر واحد والدعم يأتي بالمصدر واحد لا تفضل في فتائد كلنا في فتائد الجهود بكلها تصم من أجل تحرير محافظة تعز سواء المدينة أو المدينة سيدة العميد ربما كلمة أخيرة أو بشارة منكم لأبناء محافظة تعز فيما يخص التحرير وفك الحصار عن تعز ماذا تقول لهم في هذه اللحظات وأمام التقدم الكبير للجيش والمقاومة في كل الجبهات أقول لهم قبرتم الكثير عانيتم الكثير ضدتم أنواع العذاب سواء في الحصار أو في القص جملة البيوت على رغوطتهم ما باقي إلا القليل التفت حول الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يدلوا كل الجهود من أجل تحقيق الانتطار الحاكم لا يمكن أن يتم الانتطار إلا بتكاتف كل الجهود سواء الجهود الشعبية أو الجهود المقاومة والجيش الوطني نعم نحن نحن نجدها من حافظة الشعبية من أبناء المحافظة من رحلنا من أفوالنا في مناطقنا في المدينة في الحي في السلسل الشارع نجدهم متفاعلين معنا نجدهم قائلين بطعون وكل قوة يتبون المقاومة عن أمات التواجد العدي وعن المبالي التي فيها الخناصة الحمد لله نعم أشكرك جزيلا شكر قائد اللواء 35 مدرع سيادة العميد عدنان الحمادي كنت معنا من تعز الشكر أيضا للسيد عبدو حمود الصغير قائد الجبهة الغربية للمقاومة الشعبية في تعز والشكر أيضا للمحل السياسي فيصل المجيدي كان معنا عبر الهاتف من القاهرة الشكر موصل لكم مشاهدين أكرام على حسن المتابعة تقبلوا تحيات معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو الميد كما هي لكم مني حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث حفظكم الله والوطن السلام عليكم اشتركوا في القناة